طيب ومعانا تتسأل استاذ ابراهيم طيب ومعانا تتسأل فضل وعليكم السلام بالنسبة يا دكتورة ليندا بالنسبة عندي كرش كتير في بط وانا عندي السكر حضرتك مسمع في رجلي فكت عايز اعمل ايه حضرتك بالنسبة لموضوع الكرشة لانا حاولت معا كتير بس بصراحة طيب حضرتك جربت تروح لدكتور يعني انا جسمي اصلا حضرتك انا جسمي كله متناصق والمشكلة في موضوع البطن ده وكنت بس اسمع حضرتك باجه اجيب منهم الاسم اسم حضرتك من الزهر على الشاشة مش قادر اسمع منهم اي حاجة وقعدت اداخل علشان اجيب الرقم وعايز رقم التليفون لاني جربت في كذا مكان مفيش اي نتائج فجبني حضرتك ازاي ان انا اتحكم في موضوع العشب الليل ده التيت حضرتك عرضت البرنامج انا اول مرة اسمع البرنامج بصراحة فلا انا عارف اخذ رقم التليفون ولا عارف اخذ الاسم وفي نفس الوقت الحاجة بتبقى مكتوبة على الشاشة مش لاحق اكتب بصراحة طيب حضر هما ارجع للكنترول هيدوك الاسم وانا هجاوب لحضرتك على موضوع العشب لان انت مشكلتك في العشب اكيد بتاكل واجبة الرئاسية بتاعتك بالليل صح طيب انا هجاوب على سوز ابراهيم الحقيقة دي مشكلة بتواجه الرجال خاصة لان هما بيرجعوا من شغلهم متأخر بالليل ودايما غالبا برا بيبقوا بيلقطهم هما مش بيأكلوا هما ساندويتشات على حاجة سقعة يعني حاجات ماش بتتحسب يعني هما بالنسبة لهم ده احنا كده ما كنناش مستنين لما نروح ناكل فبالتالي هو تعبنته للنهار الاكل بالليل هيبقى الاكل الرز او المكارون او العيش ومعها صنف الخضار واللحوم والكلام لانا عايز اقوله مشكلة الكرش عند الرجال خاصة هو عند الساعة ورجال لكن عند الرجال عشان زي ما قطتلكم لان هما بي الشغل بتاعهم بيبقى متأخر براوح متأخر انا بنصح الناس دي علشان تنزل بجد بصورك ويسي جدا عايزك تتبع ان بالليل دايما تشيل كل النشويات يعني طب هتقولي طب ما كلش يعني فراخ اقولك لا هتاكل فراخ او سمك او لحمة لكن معها صلطة شيل كل النشويات نهائيا من الوجبة الرئيسية بتاعتك خالص يعني استمر على القصة ان انت تشيل النشويات من العشا بتاعك ده لمدة شهر لمدة شهر وجرب طيب انت بتحب ان انت تاكل مثلا اللي عيش والكلام ده انا بقولك خده في الفطار عمرنا ما بنحرم في الرجيم لكن زي ما قلتلكم فيه تأسيمة ان انا ممكن احط له العيش في اسناء الفطار او هو في الشغل يبقى واخد معاه صاندويتشات من البيت دي من الحاجات الكويسة جدا اللي ممكن تحقى نتاجها الى لكن الحل الامسة الليك زي ما قلتلك ان احنا نشيل النشويات من العشا بتاعنا اشتركوا في القناة